بسم الله الرحمن الرحيم اغلق مدن احكادك واطرج ابواب الرحمة والمودة فارحم القريب وود الضعيف وازرع المساحات البيضاء في حنياك وتخلص من المساحات السوداء في داخلك اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من هنا نبدأ مع اميرة نجيب وكل عام وحضراتكم بخير وبنسبة حلول الشهر الكريم شهر رمضان المبارك عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة طبعا معبدات الشهر الكريم بتراودنا اسئلة كتير بنبقى محتاجين نعرف الاجابات الصحيحة وعشان اجابتنا تكون من مكانها الصحيح معنا ومعاكم فاضلة الشيخ أشرف عبد الجواد علم من علماء وزارة الاوقف اهلا وسهلا بحضرتك يا شيخنا ورمضان كريم اهلا وسهلا بحضرتك والله اكرم كل سنة وانتو طيبين يا رب وبخير وبسعادة وربنا يا ربي يؤجرنا خير جميعا ان شاء الله يا رب حضرتك طيب وقال فخير طبعا احنا عارفين ان رمضان شهر الروحانيات بس دلوقتي لو سألت حد يقولك رمضان شهر اللمة فقال ان احنا بنضيع رمضان في العزمات والمسلسلات طبعا والبرامج وانسينا اساس شهر رمضان اللي هو العبادة والتكرم من ربنا هل ده صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رمضان شهر العبادة فهذا الشهر الكريم يمتاز بنزول القرآن فيه هذا الشهر الكريم يمتاز بارتباطه او لارتباطه بفريضة من اعظم فرائض الاسلام بل هي ركن اساس من اركان الاسلام اللمة حاجة جميلة وحاجة كويسة جدا وفيها بر وصلة وتواصل وتواد وتراحم بين الناس لكن هذا لا يطغى على العبادة رمضان من المفترض ان نستثمر كل لحظة من لحظاته في طاعة الله عز وجل اذا كان بقراءة القرآن اذا كان بتسبيح اذا كان باستغفار اذا كان بصلة على النبي صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك من هذه الاعمال الصالحات لان ثواب الاعمال يضاعف في مثل هذه الايام المباركات فلا مانع من اللمة بس ما تقيش مثلا ايه يعني النهاردة عندنا عزومة تمام واطعام الطعام اصلا من الاشياء التي لها ثواب عظيم عند الله عز وجل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس افشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام واطعموا الطعام يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام وفي حديث اخر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام إذن اللمة وإطعام الطعام من الأشياء التي لها ثواب عظيم عند الله عز وجل فهي سبب من أسباب دخول الجنة لكن مدقيش اللمة نخدها مثلا من السحور أو من الفطار أنا آسف لغاية السحور والوقت يضيع لنصلي ترويح ولنصلي قيام ليل ولنصلي فجر وهنا برضو اسمحي لي أنبه على موضوع الخيم الرمضانية وسائل اللهو المنتشرة جدا جدا والناس نست المعنى أو تناست المعنى الحقيقي من فرضية الصوم وهي الوصول إلى تقوى الله عز وجل إحنا عندنا شهر نستثمره في كل ما هو مرغوب فيه في طاعة الله عز وجل فيما يرضي الله عز وجل لكن رمضان مش أبدا شهر مسلسلات ولا شهر أفلام ولا شهر خيم رمضانية ولا أي حاجة من الحاجات دي رمضان شهر عبادة وتضرع إلى الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى ما طبعا كتير يا شيخنا اللي بيقول رمضان صوم أنا طالما بصوم خلاص لا 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 هذا الشوف أنا أقول لحظرتك ده سؤال جميل جدا بعض الناس هو يصوم بمعنى الصيام هو الامتناع عن شهوتين البطن والفرج يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لكن هناك يعني أشياء لابد من أن ينتبه لها الإنسان اللي هي أن يستغل وقته في طاعة الله عز وجل يعني بعض الناس يظل نائما من بعد الفجر إلى قبيل المغرب يقوم بس على الفطار أنا كنت أسأل حضرتك بارت سأل في ده بس بعد ما نخلص الأول لا ده ما ينفعش ده ما ينفعش بعض الناس قاعد على الإنترنت تمام بعض الناس من المسلسل ده للفيلم ده للتمام طيب أنت بتعمل إيه بسل صيامي طيب يا سيدي حلو جدا طيب ما تسل صيامك مع ربنا ما تسل صيامك في اللي يزود لك حسناتك ما تسل صيامك في اللي يثقل موازينك عند الله عز وجل ده أنت كده حضرتك مش بتسل صيامك لا حضرتك حرفيا بالضيع صيامك عشان كده العلماء قالوا بأن هناك صوم اسمه صوم العوام إيه صوم العوام ده اللي هو ممتنع عن الطعام والشراب والشهوة شكرا على كده تمام لكن هو يفعل كل شيء يعني هو ممتنع عن الطعام والشراب تمام لكن بعد كده غيب أو نميم أو كذا وكذا هذا أنصحه وأهمس في أذنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب تمام وفي صيام اسمه صيام الخواص اللي هو إيه الناس التي تصوم معها جوارحها يحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة يحفظ عينه عن النظر إلى المحرمات إلى غير ذلك في مثل هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة اللي هو الزنا المعنوي تمام اللي هو إيه العينان تزنيان وزناهما النظر واللسان يزني وزناه الكلام والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطس والرجل وإلى غير ذلك في ختام الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فده صوم الخواص اللي هو بيصوم يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة وفي الوقت نفسه جوارحه تصوم معه ده معنى برضو جميل جدا للصوم في صوم خواص الخواص اللي هو يصوم القلبه يصوم قلبه عن الهفوات اللي هي أحيانا بتعتري الإنسان فينا اللي هو حديث النفس فالناس اللي زي كده دول مرتبة عالية شويتين ربنا سبحانه وتعالى يعني حققنا ويلحقنا بهذه المرتبة يا رب الله معني طب يا شيخنا وانت بتكلم دول وقت قلت اللي هو بينام طول اليوم ويصح على الفطار تمام دول هيتقبل منهم صوم وغير كده اللي بيقول لك أنا بصوم بس مش بصلي شوفي دي مشكلة تانية المسألة بعض الناس اللي هو بيصوم ولا يصلي أو يصوم ومع ذلك يرتكب بعض الآثام وبعض الذنوب أنت لم تحقق المعنى الحقيقي والمراد من الصوم فالصوم مدرسة لأي واحد فينا مستمر على ذنب أو كل واحد فينا اعتاد على ذنب معين عندك فرصة في شهر رمضان أن أنت تستطيع أن تقلع عن هذا الذنب زي الإنسان المدخل مثلا الإنسان الغير محقبة تمام الإنسان الذي يأكل حرام أو يرتشي أو إلى غير ذلك من هذه الأفعال الحرام فلما ييجي رمضان وكل واحد فينا يعمل قرد كده ويجيب شريط حياته كده ويحاسب نفسه ويشوف هو مأصر في إيه ويحاول مع نفسه في شهر رمضان أن يجدد التوبة ويجدد العهد مع الله عز وجل أن يقلع عن هذا الذنب طبعا لا شك أني مثلا واحدة صائمة وهي مش محقبة واحد صائم ومش بيصلي لا شك أبدا أن هذا ينقص من أجل صومه فليس هو صائم صياما كاملا يرتقي إلى الدرجة التي قال الله عز وجل فيها في الحديث القدسي الجليل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يعني بيبقى الجزاء بتاعه أولاية لكن هو بياخد جزاء الصوم لكن بالنسبة أن هو مثلا ممكن يبقى فيه نميمة أو زي ما قلت حضرتك واحدة مش محقبة وبالصوم رمضان بس ما زالت أن هي بغير الحجاب شوفي حضرتك الثواب الصوم ليس ثوابا كاملا هو امتنع زي ما احنا قلنا اللي هو صوم العوام هو امتنع عن الطعام والشراب وعن أداء الشهوة في فترة الصيام هو كده صائم ومن قدرش نقول له أن انت مش صائم لكن لابد له أن يحقق معنى الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا لعلكم تتقون والتقوى لابد من أن تتحقق في الإنسان التقوى أن يجعل الإنسان منا بينه وبين نار الله عز وجل وقايا والتقوى كما عرفها سيدنا الإمام علي أكرمه الله ورضي الله عنه هي الخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل والعمل بالتنزيل لابد من أن تتحقق فينا التقوى حتى يكون صيامنا صياما صحيحا مقبولا نثاب عليه ثوابا كبيرا الذي ذكره ربنا في الحديث القدسي الجليل طيب يا شيخنا أصحاب الأمراض المزمنة طبعا ربنا سبحانه وتعالى سمحلوموا أنهم يفطروا نعم بس إيه كفرة الإفطار بتاعهم؟ قال ربنا تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين إيه معنى الكلام ده؟ المريض والمسافر وأصحاب المريض والمسافر وأصحاب الأعذار أو أصحاب الأمراض المزمنة اللهم وعلى الذين يطيقونه أي الذي لا يستطيع الصوم أولا المسافر والمريض مرض بسيط هذا له عذره بمعنى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إيه إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه واحد مسافر تمام وشاب مثلا ويستطيع أن يصبر على الجوع والعطش في أثناء سفره يعني إذا حالتنا من الصعيد بيأخذ ست ساعات أو سبع ساعات أو تمان ساعات أو تسع ساعات تمام والله ليه رخصة إن أخذ بالرخصة فله ذلك إن أخذ بالعزيمة واستطاع أن يكمل صومه خر وبركة راجل كبير مسن وعنده سكر تمام كده ولا يستطيع أن يصبر على العطش تمام والله ربنا أدره خر وبركة ما فيش مشكلة طيب هو لا يستطيع له عذره والله عز وجل قبل عذره تمام طيب الراجل اللي هم أصحاب الأعذار زي مرضى الضغط والسكر إلى غير ذلك والمسنين اللي سنوهم تجاوز الثمانين مثلا أو ما شابه ذلك تمام له أن يفطر وأن يفتدي إيه هو الفداء أن يطعم عن كل يوم وجبة افطار وسحور لمسكين واحد تمام أنا بفطر وبتسحر تمام اللي أنا بفطره واللي أنا باتسحره أخرجه بمعنى النهاردة وجبة الفطار بتتكلف مثلا لو أنا هشتريها من المحل واللي بتاع تمام اللي هو ربع الفرخة وشوية الخضار وبتاع هتكلف لها تلاتين خمسة وتلاتين جنيه السحور هتتكلف لها عشر خمسة عشر يعني مثلا رنج أربعين أو خمسين جنيه في اليوم تمام لمسكين واحد وجبة الإفطار والسحور يعني هو شرط يا شيخ أشرف لازم اللي هو يعني يكون موجود عنده في البيت هو اللي يطلعه كفارة لا مش اللي لا لا ممكن عايزي طلع طعام خير وبركة عايزي طلع نقود خير وبركة الأيسر والمتاح له اللي هو استطعته بالزبط المهم أهم ما في الموضوع أنه هو لابد من إخراج الكفارة ده أهم حاجة في سؤال بيبقى متداول بين ستات البيوت بكسرة حكم تذوق الطعام أسماء السيوم شوفي تذوق الطعام والسواك والعطور بالمر تمام كده كل هذه الأشياء والمضمضة برضه تمام اللي هو أي حاجة بنستعملها ومعبون السنان يلا بالمر تمام كده كل الحاجات دي لا تنقض ولا تبطل الصيام ما دامت أنها لم ينزل منها شيء إلى الحلق أو الجوف تمام أنا بستعمل معبون سنان بستعمل سواك البخور العطر كل الحاجات دي تمام تذوق الطعام أيضا أنا بدوء الطعام بالساني بس والمضمضة في شدة الحرب كل هذه الأشياء لا مانع فيها بس مع الاحتراز من أن حاجة تنزل إلى حلقي أو إلى زوري أو إلى معدتي بس تمام شخص عندنا السؤال هو صلاة التراويح نعم فيه طبعا فيه ناس بتصليها أربعة وفيه اللي بيقول من تمانية العشرين يعني الصحيح بقى إيه الصحيح صلاة التراويح عشان برضو الموضوع ده يا أسادة يا كرام صلاة التراويح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضلها من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن أردتم السنة الصحيحة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها بهذه الكيفية التي نفعلها نحن الآن في مساجدنا بل إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صلاها أول ليلة تاني ليلة الخبر انتشر بدأت الناس تجمع رابع ليلة أو خامس ليلة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مرضيش يخرج صليها إيه بالناس قال خشية أن تفرض عليكم ودي من رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمته فجيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دخل المسجد فليئ كل مجموعة ليهم إيمان يصلي بيهم فسيدنا عمر عمل من قبيل السنة الحسنة جمعهم على إمام واحد تمام والله صليتها حضرتها هو الأصل فيها التمن ركعات ده الثابت من فعل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تمام كده والله تصلي تمانية صلي عشرين تصلي تلاتين المجال يعني هي من أول تمانية بالزبط بس هو السنة تمانية تمان ركعات طيب أختم فيها القرآن خير وبركة قرأت فيها ما تيسر خير وبركة المهم إن هي سيدنا الإمام الشفعي يقول لو قبل الله مني يعني لو ركعتين أدتهم أصلخونا العبادات يعني ليست بكثرتها فالمعنى في آداء العبادة بالإخلاص حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في مسجده الشريف فلئي حبل أو حبلين مشدودين بين ساريتين فقال تعمين الحبلين دول ألولوا لزينب تقريبا زينب بنت جحش اللي هي واحدة من أمهات المؤمنين فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ألفكوهم ليصلينا أحدكم حال نشاطه أنا فاي وأقدر أوم صلي أصلي تعبان أو عندي ظروف فإذا تعب أو ما شابه فليرقد تمام فمهم جدا أداء العبادة ستنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذهب إليها الزبير ابن العوام ابن أختها في وقت الضحة فكان ريحي سلم عليها يعني فلئيها بتقرأ قول الله عز وجل كذلك كنا من قبل فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم راح السوء ورجع غاب راح السوء ورجع لئيها بتردد في نفس الآية وبتبكي فالمعنى مش بطول ما احنا قلنا من شوية ورب قائمة ليس له نعم أهم حاجة الإخلاص والنية والخشوع في الصلاة لكن ايه معنى إن أنا أقرأ جزء ولا أعيش وأنا يعني في هموم الدنيا وأحوال الدنيا وما فيش خشوع في لا 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 نعم أسعدني جدا وجود حضرتك معنا يا شخص رب وربنا يتقبل منا إن شاء الله بإذن الله سعدت بوجودي معاكم إن شاء الله انتظرونا في كل أسبوع في نفس المعاد ضمطم في حفظ الله